أهلاً بكم من جديد مشاهدي صد البلد مفاجأة وصدمة فجرتها منظمة الصحة العالمية من خلال إعلانها الأخير عن تحذير من بعض أدوية الأطفال واللي بتقول إنها كانت السبب الرئيسي في وفاتهم هنعرض مع حضرتكم تفاصيل التحذير والأسباب اللي خلت منظمة الصحة العالمية تحذر من هذا الدواء ربطت منظمة الصحة العالمية الحقيقة بين وفاة 66 طفل في جامبيا وبين بعض أدوية السعال الهندية أصدرت أيضاً منظمة الصحة العالمية تنبيه عالمي من أدوية السعال واللي تسببت في وفاة 66 طفل حتى الآن في جامبيا والكلام ده وفقاً لمنظمة الصحة العالمية أرجعت منظمة الصحة أسباب تحذيرها وهو إن هذه الأدوية من المحتمل أن تكون مرتبطة ارتباطاً وصيقاً بإصابات الكلة الحادة ووفاة 66 طفل على الفور أعلنت أيضاً المنظمة أسماء الأدوية التي حذرت منها وكانت هي عبارة عن محلول بروميثاذين الفاموي وشراب سعال للأطفال بتنتجوا إحدى الشركات وشراب ماكوف للسعال للأطفال وشراب ماء غريب للسعال الأدوية دي حقيقة صنعتها شركة هندية تدعى ميدينة فارماسيتيكال ومقدمتش أي ضمانات على صحتها لكن من ناحية تانية أجرت وزارة الصحة الهندية تحقيق عاجل وفوري بعد إعلان منظمة الصحة العالمية ومش بس كده لا كمان طلبت من منظمة الصحة العالمية مشاركة إلى دلة التي عندها عشان تبين مدى الصلة ما بين الأدوية ووفيات الأطفال في حالة تبين ارتباط الأدوية دي بالوفيات اللي حصلت في جامبيا حتماً هتكون ضربة مجاعة جداً لسورة الهند باعتبارها صيدلية للعالم بتوفر الأدوية لجميع القرات والحقيقة برضو منظمة الصحة العالمية قالت في تحذير نشرته خلال موقع على الإنترنت إن المنتجات الأربعة وجدت في جامبيا لكن ربما وزعت من خلال أسواق غير رسمية هناك على دول أو مناطق أخرى أكدت أيضاً الصحة العالمية من إن استخدام هذه الأدوية قد يؤدي إلى إصابات خطيرة أو الوفاة خاصة بين الأطفال وده الحقيقة جي بسبب اكتشاف السلطات الطبية في جامبيا زيادة في حالات إصابة الكلة الحادة بين الأطفال دون سن الخامسة في أواخر يوليو الماضي علشان كده في الوقت ده وقفت حكومة جامبيا استخدام جميع أشربة البراستامول وحفت جميع الناس على استخدام الأقراص كبديل أثبت تحليل المخبري لعينات منتجات أدويات السعال إنها بتحتوي على كميات غير مقبولة من مادة الإثيلين جليكول والإثيلين جليكول هي مواد ملوثة أكدت أيضاً إن من أثار الأدوية دي ألام البطن، القيء والإسهال وعدم القدرة على التبول والصداع وتغير الحالة العقلية وأيضاً إصابات في الكلة إصابات حدة كمان في الكلة التي قد تؤدي إلى الوفاء على الفور علشان كده حذرت منظمة الصحة العالمية أن تعرض العالم لهذه الأدوية أو هذا الدواء طبعاً كان ممكن أن تعرض العالم ليه بيكون بشكل كبير جداً لأن الشركة المصنعة ربما تكون استخدامت نفس المواد الملوثة في منتجات أخرى وزعتها أيضاً محلياً أو صدرتها دولية وده بعد ما أكد الحقيقة مسؤول الصحة في جنبيا الشهر اللي فات أن عشرات الأطفال لقوا حتفهم من غير إعلان رقم دقيق حتى الآن إلى أن التقديرات الأولية بتشير أن الوفاء قدت إلى وفاة 66 طفل على الفور دي الحقيقة مشاهدينة كانت تفاصيل تحذير منظمة الصحة العالمية من بعض أدوية الأطفال المصنعة في الهند متابعين مع حضرتكم كل جديد في هذا الشأن بشكركم على طيب المتابع للقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر